يبحث عنهاعذ ايه ؟ حاجة هنا من موديفاي وعندي حاجة من اثنين يعمل مش سيلكت يعمل اعمل ادت مش مش سيلكت دي ما بتعملش في ادتين خلص ده جاست نهي بتعملو تروح تعمل سيلكت لو انا كنت قلت له هنا ادت مش يبنا اولا اقدر اعمل سيلكت وقدر اعبر كمان على سيلكتشن فانا عملت سيلكت واجي هنا من موديفاي وقوله هنا سفيريفاي ان اتجاه انا طلعت الشكل اللي احنا خدنا المرة طب معلش انا عايز افصل ده عن اصل ما ينفعش ارجع ال ادت مش من تحت يا مني حروح اجاي طالب ادت مش تانية واخش على البرتكس بايتها تانية كل اللي انت هتجي تعملية منها هتلاقي فيه عندك هنا امر اسمه ايه بتاعش ايه هتلاقي هوا ما بيكونش متفاعل هي دي المشكلة ما انت لازم تكون اعمل سيلكت اوكي خدبارك او لازم تكون انت وقف على بيرتكس كده خلاص هو فصل دي عندي او جاي هنا كده ما دي لها ماتيريا طبع لما نيجي ناخد الماتيريا لها ماتبالي تماما اه طب وهي بالنسبة مسلا لما بنيجي ندخل الكاد للسري دي ماكس اه احنا نحتاج ان احنا نرسم الحوائط طب ازاي بقى بما ان النام احنا هندخل من الكاد للسري دي ماكس احنا هندخل البلان والبلان ده معمول بول لاين او مشغال لايرز فيه في مجموعة قواعد كتير او انا اخدها المرة الجاي دي اللي هي على الكاد ثم اندخل تري دي ماكس توسكيل بالسكيل بتاعها وارفع وشاكل الوجهة وارميد وبرامع وعرانيس وقصة هتبعلك اللي مش وول بقى لا لا مفيش وول دي ده وول ده خلاص ده بتاعشور الكيجهات موضوع متاهية ويقول دي خلاص هنستخدمهاش الا كسور ايه يعني انت يبعلي كده القصة كلها تعتك هتبقى تو دي بخت والاصح على الاطلاق ان انا اشتغل كاد تو دي ثم ادخل على ثري دي ماكس انت معايا ايه تماما يعني لكن ممكن ادخل ثري دي كاد او طبعا ممكن اشتغل ثري دي ريفت ودخل او طبعا ممكن اشتغل جوة ثري دي ماكس تو دي وارفع او طبعا طبعا اي اصحف الكلم ده كله اشتغل كاد تو دي ثم ادخل على ثري دي ماكس وارفع او طبعا اعطاك احنا لو تعلمنا ثري دي ماكس كويس مشان كل محتاجين لرفع او طبعا اه 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 تماما شكرا جدا لعاف عليم طبعا طيب بصوا بقى المجموعة بتاعة الاوامر بتاعة النهاردة دي هتنفعنا في الامتحان اللي هوبتها بعد شوية اللي هو عبارة عن الاوامر دي عبارة عن باكر احنا عايزين ناخدها كحدودة الاول وبعد كده ملهلكوا وبعد كده حد يمليني خليمشيها كده كذا ستب بردك الخصة مش هلين انا استخدمها لا الخصة ورا التخيل ورا استخدام مش فان خلي بالك احنا بنقولك حدودة فانا مش عايز غير ودنك وعينك معا الوقتي انا فيه عندي هناو ده object وده object ايوه انا مش فاهم انت عايز تعمل ايه اللي انا عايز اعمله عايز اروح اعمل عميل تحويل او presentation او اوري العميل object فيما قبل وفيما بعد يعني قبل التعديل وبعد التعديل يعني اقصد ان انا اروح اوريله المراحل تحت شوق طب تماما فانا محتاج اروح اعمل عميل تحويل او مورفنج ما بين الوبجيكس جمعا قالك الشرط الاساسي عشان اروح اعمل عميل التحويل دي شرطه اساسي ما ينفعش من غيره لازم تكون عدد البركسيز بتاعت الوبجيكس دي واحدة طب انا هعرف منين هعدهم لا لو انت جيت هنا رايكليك على الوبجيكس وجبت هنا object properties بيقولك دي تفاصيل الكتلة بتاعتك من ضمنها البركسيز بتاعتها ادي ايه مئة وعشرة حمسك التاني رايكليك واجيب object properties يقولك انت عاد البركسيز قد ايه 482 يبقى لا يصلوا حمية المورشنج او التحويل طب انت عايز اعمل ايه الوقت حاولي الاول كان ال object بتاعك ده حتة السلصال واروح اقصوها وابتدأ ان انا اعمل منها كذا جزء اوه كده ينفع حمية التحويل اوه اوه اكيد تنفع لان هم عبارة عن كبز من بعضهم بس انت هتحول ايه اذا كان كلهم شكل واحد هتيجي بقى الجزئية تحت التشكيل يعني ايه تشكيل التشكيل في اصل الكتلة عندي مجموعة من الاوامر ممكن اشكل بيها عندي على اصل الكتلة من ضمنهم امر يا جماعة اللي هو اسمي ادت ماشي ايه ادت ماشي ادت ماشي بيسمحي ان انا اروح قلعب الvertex والage والface والporegon والألم الفيرتكس اللي هي عبارة عن ال totalmente C اللي هي تحت الشكلة النوع الage اللي هي عبارة عن الحوار لو حد فاكر الفيس اللي هي المثلثين ان كل صيد ربعية هي عبارة عن double face الpoint اللي هو عبارة عن شكله ربعي الالمنت شكله ككل طب تمام انت عايز تعمل ايه ؟ حاجة هنا مجموعة Vertex وأروح مسك مثلا مجموعة دي 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 كده وأجي هنا اروح مشكل ينهرب يض وانت تقصد ان دي كان ممكن اعمل بيها البرمع بتاع الفيلا او طبعا اه حد معي ولا في انت طب تمام اه خرج من الامر وأجي على كتلة تانية هو انت لعبت في العدد؟ لا انا لعبت في مكان Vertex حاجة كده وأجي هنا من موديفاي وهاجي هاقول له هنا ادت ماشي حازم وهاجي هامسك مثلا ايه وهاجي اروح جاي هنا اهو وروح عامل كده يا راجل دي انا ممكن اشكل بيها زي ما انت عايز طبعا اخو وممكن مش لازم هنا ايه ممكن اروح جاي اعمل كده كنا كنت معاك حت سلصاله بتشكل فيها ايه شايف ايه اه بس استان انت في عندنا مشكلة حازم اللي هي ايه ان النتيجة بتاعتك اي مكان اللي انت عدلت عليه احنا انت تفقد ان احنا ما بنعدلش في العدد احنا نعدل في المكان بس هنا النتيجة حادة ما هيش سموس ونعم طب الله وصير احنا كده اطلعنا بنتيجة ان الامر بتاع ايدة مش بيدين النتيجة يعني حادة كده ما هيش سموس ونعم طب اعمل ايه قالك انت عندك مش امر انت عندك خمس اوامر يعني ايه يا حازم يعني انت عندك انهو من ضمن الاوامر اللي هي بتروح تعادل في الكتلة بشكل سموس ونعم اللي هي الباكتج اللي هيت عالت هو هتطلعك هنا اتين في اتنين ثلاثة في ثلاثة اربعة في اربعة تي بوكس تي سيلندر ايوة ايه دول هنا الامر ده بيروح يحط لك عدد النوعات دي عشان تعدل على الكتلة يعني ما بيروحش يتعامل مع اصل المكونات بيروحش عالقه بالفيرتكس بيروحش عالقه بالفيز بيروحش عالقه بالفوايغا هولي علقه بالنقل دي مش فاهم تعال خمس اربعة فاربعة فاربعة هتلاقي ان هو رمالك اربع نقل بتعكتلة هين هعمل ايه لازم اجي خش يا جمال عندي على Multi Control Points دي ليه ثم فاهم عشان اجي مسك الpoints اللي انا عايزها واتعامل بيها طلع عندك ده ايه طبع طب اي اياه واحدة بس انا مش فاهم وانت على اي اساس اخترت اربعة 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 على اساس تخييولك يعني مثلا انا محتاج اروح اعمل كورسي انا محتاج هنا هون اه بتتخيل انت محتاج تلات نقط تلات نقط عشان ايه يمسك النقطة دي كده ولا اجيبها كده جوا هتشارك حاجة ايه يعني انت تخييولك الوحيد هو اللي بيدلك على كرام على بس ناخد هنا ايه مجموعة نصف تانية عشان ايه نتكبر المساج جواه طيب حاجة هنا هو كده واجه هنا موديفاي واجه اقول له ايه في ايه في لي حاجة مثلا يا حازم اروح جاي انا عايز اعمل لمبة شمعة مثلا او شيء او مدبب من فوق فانا اخترت دي وبين وبينك هي غلط بس تعال امفكر سوا لمبة الشمعة محتاجة ان انا امسك الوحيد كده واجب امر سكيل اروح ضمنها كده طح محتاجة من تحت وارح ضمنها برده كده انا ريس ودي يبقى اوتوماتيك انا بقولك تفكر ازاي يبقى انت اوتوماتيك يبقى انت مش تحتاج اتنين في اتنين في اتنين انت محتاج حتلاقي ثلاثة 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 ليه عشان تروح جاي الكنترول بوينت تضمه فوقه تحت وتفضل في النص عاملة كده عريض هتبارك تبقى ده اسلوب التفكير في اختيار النوع طب بس اللي اه واحدة بس انا كنت عايز اقالك سؤال ايه الوقت انت عندك هنا هو اف اف دي اخره اربعة فاربعة فاربعة طب ايه فاربعة عايز خمسة عايز عشرة هو مفلق هنا اف اف دي بوكس و اف اف دي سيلندر ايه الفرق الفرق في شكل عرض النقط لو انت جيت قلت له سيلندر اهو هيروح فارد نقط بس شكلها ستواني او دائري شاف حتى شايفها اول ايه بالاضافة لكمان بيقولك سبتمبر بوينت انت نفسك في ايه عايز كم سايد عايز خمسة افرح قل له خمسة اقول له كيوه ايه انت عندك كمان بيغيالك الشكل وبديك امكانية في الزيابة النقط اللي انت هتيجي من control point تعدل عليه ايه ايه استنى بس هو انت روح تعدلتي في العدد لا انت كل انت جاي بتعمله انت بتروها تغير في اصل شكل ايه كتلة نفسها واصل تكوينها لا اكثر على هنا موديفاي وهاجه اقول له هنا هوا ادي اف اف دي وهاجه اقول له اربعة فاربعة فاربعة وهاجه هنا control point وهاجه امسك دي كده وقت دي اشكل بقى في الكتلة بتاعتي هاجه موديفاي برضك التشكيل ده من وحي خيالك بحث ايه طيب المهم ان انت عندك كده كم امر تاني هاعيدهم بيه قادة مش اف دي 2 في 2 3 في 3 4 في 4 في بوكس في سيراني طب تمام بعد ما انت روحت عامية التشكيل اللي انت شايفها دي كله هل انا روحت لعبتي في عدد البرسيز لا انا لعبتي في شكلهم مشكل طيب كده عامية التحويل تنفع عامية البرزنتيشن تنفع خلي بالك البرزنتيشن دي عبرها عن جزء صغير وهو امر واحد بس تي بعض الناس تقولك طب انا عمارة انا مالي ومال ببرزنتيشن خلي بالك زغلالة عين الشخص اللي بيتفرق سواء كان دكتور او سواء كان عميل موضوع الانيشن ده بالنسبة لهم جماعة يمكن يكون واوف واهم تاهمني فده بالنسبة لهم يأكل عينيهم فاين حبيت تمام ما حبيتش فانا تكفيني مجموعة الاوامر التعديل عشان اشتغل دي فتعالة بس واحدة واحدة ادي مجموعة الابجكس والشرط تتحقق فيه فين امر التحويل موجود جوا المطفي اللي هو اسمه مرخب فانا همسك اوبجكس هتلاقي نور هختار هتفاكر اه اه اختار مو طب ماله يعني هغير تايم فريم وقوله اطوكي سجل ان انا هعمل الابجكس التعلي هتلاقي الاولين اختفى داخل جوا اغير تايم فريم واختار اللي بعد اغير تايم فريم واختار اللي بعد وهكذا لحد ما خلص التايم فريم اللي موجود عندي الابجكس لعمش هم هم درهم فين وهيظهروا ازاي هو اي سحر يعني لا هم السحر ولا حد بعد ما متخلص مرحلة التشكيل لأي كتلة بتاعتك وعايز تعملها الامير كل انت تيكي تعملو بها امر مورفو وبعد كتا اعمل بلاي يوم العميلي يتفرج على المراحل اللي تمت فيها الكتلة كان بحد شايفها اول وارد ان يكون مثلا يجي حد يقول ايه اميش هلاخد موضوع الانميشن والبريزنتيشن في ناس بتتخنم من موضوع ده انا يكفيني مجموعة الاوامر اللي احنا اشتغلنا بيها اللي هي التعديل مش فهم اوامر التعديل يعني هي مهمة في ايه انا هقول لك الشكل اللي انت عملته بتاع الدوم او بتاع الفيلة انا اعتقد ان انا عملتلكم حتة منه يعني ده برعا اهم حاجة جماعة فيه اللي هي طب انا مش شايف هنا طب ما عليش هدوس الفربعة طب انا هاجي هنا من موديفاي وهاجي اقول له هنا ايه ايه وهاجي اقول له هنا ايه وعمسك النقط دي كده وهاجي ابتدي اتعامل بيها ايه ده انت ممكن تغير مكانها اه طب طب اكمبر كده عشان مش شايف ماشي اه تعال كده وعمسك النقط دي كده وتعال هنا بأمر سكيل صارها كده يا راجل دي بقيت الدوم ودقدر كمان تطلع على الشفة او السن اللي هو بتاع الحلية بتاقي كده طب وانت ينفع تقلل اللي هنا هو هو دي لو كاتوليا مننا يا ندا ينفع ان انا لعب فيها اه طب طب ينفع اغير مكان تجميع تلك راح اه اه يا اه طب تماما ده ايه طب في اهو بيعمل حاجة تانية او انا مش فاهم احيانا في بعض وزات الفيلة اللي انتو هتخضوه بعد شوية اللي هي ايه التغطية اللي موجودة عندك من فوق عايزة خليها شبه التمانية اكيد بالتفكير القديم هعمل كتلة وعملها خمسة واربعين وعملها انها حتى مية مرة ابدا علم سيكي دي كده عايزة ويدي هنا سيجمانت اه واجه هنا من واجه هنا هو واجه اقوله هنا ادت ماش واجه هنا ماسك الفيرتسيز بتاعتي اللي هي دي اللي في النص اه واجه هنا كده وراح صحي تطلع ايه اني اسهل طب انا عايزة اعمل الجنب بتاع اللي هو ده ايو عايزة عايزة تعمل ايه اره جايك هنا قدي جنبه مالو مالو حاجة هنا وحاجة يقيله وحاجة يقيله من ادت ماش وحاجة يماسك هنا وراح ماسك الفيرتسيز اهي وراح ماسك الفيرتسيز دي كده يا راجل اهي كده اسهل اعطي خلاص فانت يكفينا ان انت عندك مجموعة اوامر اللي هي تاعت الادف ماش او الاف اف دي عشان تعال بس الزتونة اللي فيها انت ستابن دي وانت ستابن دي ان كنت حابب بالشكل تاعك مش هتفر معك كورنر والاتموس خلاص ايه ان كنت عايز مسلا تروح تعمل الشكل تاعك وتعديله باتموس بيش ماني خالص انت ممكن بمنتاز سهولة لو حد فاكر الموضوع تعتاج محلي ادوهم بتعتاج محلي اللي احنا اتكلمنا فيه هتزوي بس سيجمنت كده اهي واجي هنا كده من الموديفاي واجي اقول لو سمحت تديني هنا اف اف دي اقوله اربعة فا اربعة فا اربعة اهي وهاجي هنا كده اقوله هنا control points امسكها واجي بأمر بس كده ورح يعمل كمام طب انا محتاج اعملها روتيت اهي يبقى انت كل ما عليك ان انت تروح ايه شكل الكتلة وتبتل تعيش الايه التعديل فيها بناها لتخيولك شاف حد شايفها اول دا اي تخيولك انا عندي سؤال طغير اقولي يا فادي انا لو لو عايز امسك مسلا points معينة بس من لما بعمل اف اف دي اه امسك عاد بدخله في بعض يعني مسلا لو عايز اواحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا لازم بس اقولي في حاجة مش هتبقى منطقين يبقى واحد من هنا وواحد من هنا طب اللي في النص دا هيروح فين انت بقى وارد انا ممكن امسك ده كده كنترول وامسك ناحة تانية يبقى انت اه يبقى انت امسكتي مين وشمال بص لما تطلع بيوم كده اه اه تمام انا لو عايز ازود اي حاجة حتى لو مسلا انا عملي سلكت على حاجة وفي حاجة تانية بعيد اضغط كنترول وبعد ودي خلي بالك احنا اخدناها في المحاضرة التانية اللي هي كنترول او كنترول اضيف كنترول وصلت بالنسبة الانومياشن اللي خات هو انا ازاي ممكن انا استخدمه في المراهل بتاعتكمين القتلة بتاعتي يعني ازا كان مبنى وانا بعمل له وعايز اعمل نفس النظام دوت ازاي تغيير كزا لان انت لو جيت عدلت في اصل ما هتبقى نفس المشكلة يعني هتبقى فيه نفس المعضلة اللي هي عدد مشيز ما هياش واحد فانت هيستخدم ازا كان الكتلة فيما قبل او فيما بعد بعد تعديل بعد تعديل دهان او شكل واحد وانا احتفظ باللقطة دي يعني ينفع مثلا اشتغلت اه طبعا وجمحوا مع بعض ايو طبعا وصلت الحدودة تعالي بقى نعيدها واحدة واحدة عشان لو حابين تكتبوها ولا ولا تحبوا تجربوها قال ليسا قد لها الكتاب قولي ده حدودة تحبوا عادة تاني يريد نعيدها تاني وبعداني بقى نجربها يعني معلش لا مش معلش دهان اللي عارض عليك وانا لقيلة طب لو تحبوا لو تحبوا ندبس حد هو مين اللي معلش انا كارول قولي يا كارول اوكي لنا فانتو ان احنا هنعمل بعد كده ايد اتماش حلم بس استنين احنا عايزين نشرح ليه عن ايه ايد اتماش المطلوب عشان اللي حاب يسمع وهو تائي وفي الفيديو ان انت تحولي ما بين الاشكاء الشرط الاساسي يا كارول عادل البرتسيس سكون واحد فانا عشان كده رح تجايب كورت لو رح تعمل ايه اخواتها منها خمسة او سنة الجزئية التانية ان انت حجيبي اوامر التعديل كم اوامر يكرر ستة اوكي اولهم ايه تماشي اوكي طب ايه هو عيبه قبل ما نقول الميزات بتاعته ان هو النتيجة بتاعته هو بيلعب فااصل تحوين الكتلة سواء كان بيرتس سواء فيس سواء بوليجون ممكن امسك اي حاجة من دولة وابتدأ ان انا عيد تشكيلها امسكهم كده مجموعة ادو سعيد وابتدأ بعمل سكيل او رفيت او مو بابتدأ ان انا غير فيها سايفة امه النتيجة بتاعته بتطلع حدا هاخر جمه الامر امسك اللي بعديه حاجة كده حاجين المضيفات عايزة نعمة حاجة هنا اف اف دي امه واختيار عدد نقطة اف اف دي بناء على تخيولك انا محتاج ان انا امسك الوصف دي مثلا انا متخيل نالا وجيت وخلي بالك التخيل ده هيجي بالتجربة كتير حاجة بالك لا مش طب امسك النقطة في النص زيما كانت اعتقد رانا كانت تسألني امسكها كده ده بقى ايه ده كورسي اه كورسي وفي حد دي كور معنا اه اي امسك ده كده واجهين اموديفاي واجيب اف اف دي طب انا محتاج المرضي 3 في 3 اخيولك او الفكرة بتاعتك او محتاج امسك بس ومنك انسألني عن نقطة رانا صح ومنك انسألني مع النقطة ليه كنترول والب ايو 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 انا هو كمشان بوس اه بوس اه اترى انت جاي انا هو كده اعمل سيلكت على النقطة دي ايو انا هو كنترول واجهين واجهين واشيك نقطة دي بس اندي دي بس او طبق وانزل بيها كده باتشالتها روتية ايو صح؟ ايو 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 انا ننشي كده كده واجهين هنا روتية انتوا اتحاول توجد ايه حاجة مختلفة ايو ايو اتشايد واجه هنا من جوا كارول انتي معنا صحيح اه بسه اه بسه المهم تطلع في النتيجة بخيالك اللي انت كنت أعلم بعد ما انت شكلت كده واستفدت من التشكيل بنانا على اللي انت تخيلتي هنعمل ايه لابقا نحول اللي هو كان شرطه ايه عدد البرتسيز واحدة يعني عدد البرتسيز واحدة طيب حمسك الاولى يلا كار اه اوكي هنخشها الكمباوند وبعد يلي يعني شوية الصراحة اي مش فاهمة فكرة البرتسيز اوكي ما ارساني حاجتها في التنهيذة بتاعتي بس وليلي بس ايه موضوع البرتسيز مش فاهمة مش فاهمة يعني دائع لقطة انه هو يتحكمه مع بعضه كلهم يعني اولي بس انت عادي البرتسيز اللي هي موجودة في الف اف دي ولا اللي موجودة في الهيد فماشي اه يعني اعلى كتر ببعد اولي ده فكرتي انت عندي كدي كوتلاي هلو انت عمالها ولا ديكور لا ديكور ايه انت عايزة هنا هون مثلا من دون حاجات ديكور انت تعمليها بتفني عارفة اللي هي الكراسي اللي هي المنفوخة اللي الواحد بيحط بييوعد عليها وينام دي ايه ايه عايزة تعملي حاجة كده بس style بتاعك انت حاجة تكون بتاعتك انت انت اختراعك فانت معاك حتة السفنجة وحتة سلطة دي فانا يبقى اجي ويقول له ايه في بتجيه طيب حتسأل نفسك اخد دي ولا دي ولا دي ولا دي هم تبتك اخد مين السلطة لا السؤال اللي تسأل قابلي هو انت نفسك هنا الشكل يبقى عامل ازاي خيالك شغال واني نقطة اللي انت عايزة تسحبيها احنا والله عايزة نسحب النقطة اللي هي اللي فوق او صف النقط اللي فوق خلص يبقى انا ممكن اجي اخدها هنا اتنين في اتنين في اتنين ما انت بتجرابي خلي بالك فايه اللي حصل هو حطى لك اتنين في اتنين في اتنين يعني في كل سايد حطى لك اتنين شايفة او فانت هتيجي على النقط بتاعته ما اسمه هاش فارتسيز دي اسمه كنترول فوينت نقطه حقه اه وحاجة همسك دي كده خلاص وورا هجيب دي كده نفحت اه كده نفحت بتعمز الفطيرة نفحت يعني لا ما نفحتش حلو هتكتشف ان انت خطأ بنانا على ايه اختيار عدد النقط كان غير ملاقي هتروح انت جاية المرة اللي بعدها خلاص انت كده بتربي المكتبة في دماغي امتا دا ينفع وانت دا ينفع حتيجي هنا عالك وتعالي هنعمل نفس الشلتة هي هي وراح روح دي كده نفحت لا ما تعمل زي سلطنة اللبن حسنين هبكلم جد نفحتش خلاص لا تصلح خلاص يبقى انت هتكتشف ان ثلاثة ثلاثة هنا لا تصلح هتروح انت جاية الكلام دي اختيارات دي اختياراتك انت في مرحلة الايه التريننج بس انت بتكتشف انت بعد كده خلاص هتخش على اربعة فاربعة ان ان انت ال background عندك ترامد خلاص دماغي اه 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 طب تمام دا انا ممكن امسك كده زي ما كانت هاجر بتقول امسك 2 points دولك كده لان انا محتاج شفة او حزة على الاطراف اطلع بيها كده اه لأ طب استنى كده الموضوع ايه بقى كويس طب امسك دولك كده روح جاي عامل هنا ال protay الله الله لا لا دباره طب تمام حمزة انا عندي كده الكر ده وارغي هنا مغطط شويه اه هم نفعل شغال ايه صح خلاص فانتي اختياراتك للنقط هي بناء على تخيولك البحث لا اكثر وصلت طب استنى جس لسا ما تكملتش الاف افي دي بقى مش بيروح يلعب لك في البرتسيز تاعت الكوتلة دي لا ده هو بيروح يلعب في النقط اللي بيحطها طب ايه الفرم بينه وإيه التماشي إيه التماشي يا كارول بيلعب لك في الخطوط الاصلية تاعت الكوتلة يعني دي دي زم كارتكس ده يسمى ادش المربع ده يسمى قوليون المثلث لنص المربع يسمى فيه فهو بيروح يعدل في أصل الكوتل النفس اوكي وصلت تمام مش عايزة مبلوعه نص نص لو نص نص عادها لكتنى لا انا فهم مع كل ده طيب في حاجة تانية مش فهمها علاقتهم ببعض يعني علاقتهم ببعض يعني انا فهمت ان لما نيجي يريبليسوا ببعض لما بعد كان عمل لهم الانيميشن لازم يبقوا قريبين لبعض في حاجة لا عدد الفيرتسيز تكون واحدة ده شرطه شرط الأمر عدد النقط عدد الفيرتسيز بتاعتهم لازم يكون العدد ده واحد او شرط الأمر ان هو يتنفذ اهو امسك دي كده لكينين لازم يكون عدد ده واحد لو اختلف بواحد بس ما يتنفذ الامر بتاع مورف ده متنفذ طيب اوكي كده فهم اوكي اوكي تايم فريم واحصل لبعض فيه اوه تايم فريم واحصل لبعض فيه اوه الكلام ده لحد من خاص تايم فريم كله ايه اللي انا استفدته بعد ما انا عملت التشكيل حاجة العميلة اوكي اقول له والله دي المراحل اللي انا عملتها في تفكير اتبقى لك انت هتيجي تعمل هنا بلاي كده دي مرحلة اقوله تانية تالتة طبعا انا ممكن ابطأ الكلام ده خالص احو واي كلاك اقول له لو سمحت انا عايز روبع اكسس احنا اخذنا في اول محاضرة حضرتك والله اخذنا شوات كلاك دي اخذ ده واي كلاك سرعة الامنش اوكي حاجة كده هنا بلايه والله حالك او انا بفكر طلعت الشكل ده وبعك او انا بتخيل جي معايا الشكل ده ثم في النهاية توصلك للشكل ده يبقى انت تعمل عرض هتفالك مع مرور او معا عرض الشكل اللي هي وهو بتغيير اوكي وصلت بالده طبعا انا مش عايز حاجة اتعدي من تحت ايدي كده لو حاجتي في الهو اقوليه من عدالك الف مرات لا 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 انا كده في امتاح او دفتر سن دعا انت عندك المدخانة دي اه ايه ده هي المدخانة دي ممكن تبقى هنا بوكس كده مثلا مطمان ده دعا ايه مفرقتش كده ايه مفرقتش كده ملحة ايه حاجة على الف 14 نشوف السيجمانت وهاجة ازودها هنا سيجمانت كده محتاج سيجمانت ثانية وارد لما نشوف حاجة كده في front اهيه واجه اخش هنا من modify وخش هنا على ال if mesh انه هنا شايف الحاجات corner point اهيه واجه الpoint دي وحاجة يعمل كده ايه ده اهيه هتشايف ايه 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 حاجة هيضبط لا هيضرب لان انت عدلت في السيجمانت اللي هي دي وامكانه لكن في ما بعد بقى هناخد احنا ناخد شغل الحشو ايه 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 امم. ايدينا. اه اخصصت اخصيصا. عشان هد عليها درجة الخمس بحضرات. اه هو حددك اه تقدر تبعث لنا الفايل ده ولا صورة كده بس ونشتغلها لا لا اذا انا هبعث لك الفايل وهبعث لك الصور وهبعث لك الاليفيجن بتاعي هبعث لك كل حاجة. بس اهم حاجة المناقش اهم من انت تحلي. اللي هي حاجة لفتت انتباهك ولأ مش فهمة. مش قادرة تخيل. لان انا اهم من تخيلها اهم اصلا من عميلها ان انت تتخيلها. طيب العمود المائي اللي شوانستاني برضو ما كنتش عمالك. هو ده? هو ده? اه. لا ده مجرد بوكس بس ساعدة خالص لاننا نخباش الساكاشين. هتوقع ترسبيه هنا لشامفر بوكس مجرر شامفر بوكس كده. وكل انت هتقيق تعمليه بعد والزودي له هنا سيعمليه بان الابسر. هتفعلك بان الابسر. هتفعلك بان الابسر. هتفعلك بان الابسر. ان انت المفروض ده هنا. الصح بتاعنا رح عملها 2D هتفعلك. هتفعلك? اه قول اه للتداخل ما بين المدخنة والبيت ماشي مال ازاي احبار المدخنة يعني اعطيك الدبع عن طريق الانترساكت اللي احنا اخدناها لا انت هتروها تعملي كتلتين كتلة تعفور بيها زي الشباك وكتلة بعد ما تعفورت وحي المركبة ده مثلا لا ما فهمتش ممكن تاني انا هاجي كده انا معي هنا كتلة ده البيت اه البيت ده فيه حتة مدخنة رسمتها هنا وهو المدخنة دي انا عارف ما عاشها فانا واخدها كده برضا وعملت اوبجيكت هطرح به اللي هو ده وبيتها مكان اشيل دي اتبارك يعني اشيل دي تحت دي كده اهي حفرت وارح واخد اختها رح مبيتها مكان تمعين يارفين هل بعد التحليل ده حد شايف ان الوقت قل او ان انتو الوقتها بتشغيلها قل او انا مش حسوا قل عشان حاجات دي اه اصرع وكده بس انها كتير هل عشان بالتحليل دي اه 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 لا يعني زي ما احاق قد طب تقديرا تقديرا للوقت جانبا اه 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 مش بنكون ستب الخطوات اللي هنشتغل بيها واحدين كثيرا ما هو ده لنا بعلمونكم ما هو ده لنا بعلمون ان احنا بنحاول ان احنا نعدل في الستبس بحيث ان انتو كون بروفشنا وانتو شغالين ودحت عناية اما حضرتك في ده بس الفكرة ان احنا مشارفين مثلا هنمل دي الاول او دي الاول فممكن نعمل خطوة اه قبل خطوة وبالتالي نجعل لقبل هنحط لها بصفة دقيقة عشرين دي او نكمل خمسة عشرين دي او نكمل